تقول لك هذه البطاقة بأن هذا الشخص احتمال بأنه هو الشخص المناسب والذي ستكمل معه حياتك هذا الشخص الذي تحكي عليه هذه القراءة وبأنه هو ممكن أن يكون لك بالنسبة لك هو بمثابة توأم شعلة بالنسبة لك أو توأم روح أي بأنه ممكن أن يكون هذا الشخص هو الشخص الذي تنتظره من ذوهتر تقول لك هذه البطاقة أعطي العلاقة فرصة ربما يكون بينكم خصام وهذا الشخص يريد أن يرجع ويقول لك هذه البطاقة أعطيها لهذه العلاقة أعطي فرصة وعود لهذا الشخص هذه البطاقة تقول لك راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة جميلة وتقول لك هذه أيضا اسعى لتحقيق أمنياتك فلا يجب أن تظل فقط أفكار وإن لم تنجح فيك شرف المحاولة طاقتك لهذه القراءة أنت عزيزي في هذه الفترة مستعد لبداية جديدة مستعد لبداية عمل جديدة مشروع جديد دراسة جديدة حب جديد أنت فاتح قلبك للحب في هذه الفترة وأنت تشعر بشعور الراحة والفرح والسعادة في قلبك وأنت إنسان تظهر لنا في هذه الطاقة بأنك إنسان جدا طيب القلب ولطيف أنت ترى الحبيب أنه ربما يحبك جدا ومعلق متعلق بك كثيرا وأنت تراه هكذا احتمال أو بأنك تراه قد علق الأمر بينكما قد خرج من العلاقة التعدى وهو لا يريد أن يعطي لا أقول أنه خرج لا يقول أنه علق العلاقة لا يريد أن يعطيك ردا صريحا وماضحا لهذه العلاقة هو قد ترك الأمر على الله أو وترك العلاقة كما هي في هذه الفترة أو ربما تراه بأنه مرتبط بشخص آخر وهو الآن في حالة انفصال عن هذا عن الشخص الآخر في حالة كان فيها زواج ولم يحصل على الانفصال حتى الآن هذا الشخص مربط مقيد لا يستطيع أن يعمل شيء ربما كما قلت هذا الشخص في زواج ومقيد في هذه العلاقة ولا يستطيع الخروج منها بسهولة وأنت تحب هذا الشخص وهو لا يستطيع أن يعطيك القرار الحاسم لك هو مرتبط بأحد ولكن بينكما تواصل روحي رهيب أنت وهذا الشخص أنت وهو روحاني هو متبعد هو الذي متبعد عنك ولكنك أنت ما زلت تريد وما زلت تريد أن تقدم له عرض بالحب عرض واضح بالحب أنت ما زلت تحبه ولكن هذا الشخص متبعد لأنه على الأغلب في علاقة ثانية في زواج أو في علاقة وهو مقيد بهذا الشيء ولا يستطيع الخروج هو ربما الآن في محكمة في محكمة ليحصل على الانفصال أو طلاق مع زوجته أو زوجته الماضية وهو قد خرج من هذه العلاقة نهائيا من العلاقة بينكما أو من العلاقة علاقته هو بشكل عام علاقته مع الشخص الآخر أنت في طاقة هذه القراءة أنت في غاية العشق والغرام أنت ترى بأن هذا الشخص هو توأم لروحك وترى هو الشخص المناسب وترى هو المكمل عليك حياتك أو ربما أنت في هذه الفترة قد دخلت معه في شراكة عمل لهذا الشخص أنت تحبه جداً ولكنك ما ممكن أن تعملان في نفس العمل أنت وهو وأنت جداً في طاقة حب كما ظهر لنا أنت معجب جداً بهذا الشخص وعندك عشق كبير له وأنت تراه هو التوأم الروحي لك هذا الشخص قد أخذ قرار بالتباعد ولكن ما زال يحبك قراره ليس قرار صارم قرار نهائي ولكنه هو إنسان ناجح في طاقة النجاحات في هذه الفترة وتقرير مصير واهتمام بأعماله ونظر إلى مستقبله وهو هذا الشخص ربما إنسان ليس جدياً بالمعنى ربما كان في علاقات سابقة ماضية الآن هو إنسان جدي وصادق ومهتم بعمله ومهتم بنجاحاته ومهتم بحياته ولكن هذا الشخص كان في علاقات سابقة يحب العلاقات السابقة يحب أن يكون في علاقات كانة ولكن الآن أصبح غير ذلك أنت مشاعرك تجاهه أنت تحاول أن تراقبه بشدة الوسائل لهذا الشخص وتحاول الاستعلام عن أخباره وحاولت أن تسأل عنه الأصدقاء تسأل عنه أصدقائك في العمل أو في أي مكان استفسر عن أخباره عن طريق السوشيال ميديا أنت تتخفى ولا تظهر له بأي مشاعر ولكنك تحبه وتريد أن تأخذه لنفسك دون أن يعلم هو أو يعلم أحد أنت تريد بأي شكل بأي وسيلة أن تحصل على هذا الشخص هذا الشخص مشاعره تياهكا بأن هذه العلاقة ربما يجد بأن هذه العلاقة قد ماتت بينكما وانتهت بأنه قد أخذ القرار في هذه العلاقة وانتهت هذه العلاقة هو هكذا مشاعره هذه مشاعره هو يراك أنك إنسان مجد في عملك ومجتهد إنسان دقيق في مواعدك في أعمالك في حياتك كلها أنت إنسان عملي هو يراك أنت إنسان عملي ودقيق لا يظهر لنا مشاعر حب أو إعجاب من هذا الشخص أنت من تحبه كثيرا لهذا الشخص أنت الذي تحبه كثيرا أو ربما تكون هذه القراءة عكسية فإذا كانت القراءة عكسية أعكسوها بالطريقة التي تناسبكم لأنه ظهر لنا هنا بأن هذه البطاقات تقول لك اعطي العلاقة فرصة فهذه البطاقة تدلوك أنك أنت من تعد عن هذه العلاقة ربما العكس أنت من ابتعد عن هذه العلاقة وأنت وهذا الشخص يحبك كثيرا فخذوا بطريقة هذه الفراءة بطريقة التي تناسب مع وضعكم تتناسب مع وضعكم هذا الشخص هذا الحبيب نواياه في الخطوة القادمة أن يعيش حياته وينتبه لأولاده وينتبه لزوجته إذا كان متزوج إذا كان في عائلة في أسرة أنه يريد أن يحافظ على أسرته وعائلته وتظهر لنا وكأن أحس في هذه البطاقة وكأن هذه القراءة لأحد وهذه القراءة لأحد آخر هذه البطاقة تقول كأنه مستعد للمحافظة على حياته الأسرية وحياته العائلية إن كان في زواج والرجوع إذا كان مطلق أو تكون أنت هذه البطاقة احتمال بأنك تكون أنت هو الذي يريد أن يكون يحافظ على علاقته إذا كان في زواج أو إذا كان في علاقة معينة يريد الرجوع إلى هذا الشخص والمحافظة على حياته الأسرية خذوا ما ينسبكم من هذه الورقة هذه الورقة تدل على أن هذا الشخص يريد المحافظة على حياته والرجوع إذا كان في انفصال والاستقرار في عائلته ضمن العائلة ومع الأولاد خطوته القادمة هو يريد الحذر ويريد الترقب من بعيد لا يريد أن يتقرب منك بشكل واضح هو يريد أن يراقبك فقط من بعيد لأنه إنسان يظهر لي بأنه خائف جدا ومتباعد وقليل الثقة ربما قد انعلمت الثقة بك ربما هو في وضع سيء في هذه الفترة ربما مريض أو ربما في مأزق ما معين أو ربما يشعر بالاضطراب النفسي في هذه الفترة هو إنسان جدا خائف ومتردد وقليل الثقة في هذه الفترة من هذه العلاقة قليل الثقة وإنسان متردد ولكنه ينوي أن يكون ضمن العائلة ربما لا ينوي أن يترك عائلته ويعود إليك لأنه ظهر في هذه الطاقة بأنه هذا الشخص كما ظهر لنا هنا بأنك أنت من تحبه أنت من تحبه وهنا ظهر بأيضا أنت من تحبه وهذا الشخص معلق بعلاقة أخرى بعلاقة أخرى وهو مرتبط وهناك محاكم بينهما ولكن هو يريد ينوي أن يكون مع أسرته وعائلته لا ينوي أن يكون معك هو ينوي أن يظل في أسرتك وهو خائف هنا خائف من العلاقة متردد من العلاقة معك هو متردد من أخذ القرار أن يكون معك في علاقة هذه هي الاحتمال الأكبر هو مترجد في أخذ خطوة بالعلاقة معك وهو يريد أن يأخذ خطوة بالاستقرار مع عائلته وأن يظل ضمن عائلته مصير العلاقة إذا كان هناك رجوع في هذه العلاقة ستكون رجوع سريع دخول وخروج كما سيدخل كما سيخرج هذه هي مصير العلاقة هناك حب من طرفك فقط هذا الشخص لا يثق بهذه العلاقة هناك شيء ما قد حصل معكم أو هناك شيء ما قد حصل مع هذا الشخص ويخاف أن يكون معك في علاقة ربما هو مع شخص آخر مع زوجة وقد عمل معك علاقة واكتشفت زوجته هذه العلاقة أو زوجها هذه العلاقة وهو يخاف أن يعود معك كما كان في السابق لأنه يخاف من مصير هذا الشيء فهو يريد أن يظل ضمن عائلته هذه البطاقة تدعوك إلى بداية جديدة بداية جديدة وراسخة بالمناسبة هذه الأبراج ترابية هذا البرج ترابي سأقول أبراج الجوزاء العذراء القوس العقرب العذراء كما قلت والدلو نصيحتك لهذه القراءة تقول لك هذه البطاقة بأن تبدأ بداية جديدة ربما مع هذا الشخص أو ربما مع شخص آخر أنت تجده إنسان مناسب فهذه البطاقة تدعوك بأن تكون جدي تقدم العرض بكل وضوح وبكل جدية وبكل ثبات يكون عرض جاد يكون عرض صالح لفترة طويلة ليس دخول وخروج مثل هذه البطاقة أن تكون جاد في هذه العلاقة ربما هذا الشخص خائف من أن يبدأ معك بداية جديدة لأنه يراك بأنك تدخل وتخرج بسرعة أو هو يدخل ويخرج بسرعة لا أعلم من هو الذي يدخل ويخرج بسرعة لهذه العلاقة ولكنه على الأغلب هو من يدخل ويخرج بسرعة لأنها ظهرت لهذه البطاقات جميعا بأنك أنت من تحب هذا الشخص ولكن هذه العلاقة تقول لك هذه البطاقات أعطي العلاقة فرصة أعطي العلاقة فرصة وقدم هذه النصيحة لك إذا كنت تحب هذا الشخص بطريقة هذه قدم معه قدم له عرض جدي وعرض ثابت وراسخ وطويل أمد وأعطي لهذه العلاقة فرصة ربما تتحسن هذه الأمور هذه البطاقات جميلة جدا وهذه البطاقات تدل على أنك أنت من تحب هذا الشخص وهو الذي يتباعد عنك وهذه تقول البطاقة بأن هذا الشخص ممكن أن يكون توأم لروحك وتكمل معه حياتك كاملة وهذه البطاقة تقول أيضا بأنك راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة طيبة فربما تكون قد جرحت هذا الشخص بشيء ما وراعي مشاعره واحتمال بأنه لا يقدر أن يعبر عن حبه لأنه مع طرف آخر لا يقدر أن يعمل شيء أكثر من ذلك لأنه في علاقة أخرى هذا الشخص اسعى لتحقيق ما تريد لتحقيق أمنياتك ولكن اترك الأمر على الله فهذه نصيحتك أن تقدم الأمر أن تقدم لهذا الشخص عرض ثابت وهو من يقرر لتكن عرض ثابت بدلا من الدخول للخصوص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر